الحمد لله والله جميل والله يا أثره أننا نبيع عصير كويس في هال المقهى يا بسيوني الحمد لله يعني اتضح لي أننا نبيع عشياء حلوة لا الحمد لله حاجة أورجينال خالص نفيه لها في شغلنا والله أنت ما لك كده ساعة ما جيتم الصبح كده وانت قاعد حزين كده قامت صامت شامت لامت خامت صامت قامت لامت شامل شوف يا بسيوني أنا عارف كل ذا الكلام اللي قلتها ما من فايدة لكن أنا رعي الحلال صح ولا وأنا تفاصيل المقهى ترفع ضغطي قول لي إزاي نهدها ونعمل في فندوق ايش تهدها أهدها وقدماغك لو تهدها يا شيخ صحي أنت يا أخي أنا أبغى أجدد في المقهى أبغى أنا عندي فكرة تانية حلوة أيوة نبيعها وندي فلوسها لقناة المجد تبرع ايه اعطرب ايه بس اعطرب اعطرب ايه حاجة تنفع الناس لا والله فكرة ما أصخى ولا صلحة لأه عيب تقول كده لا معنى على الفكرة شفيك أنت إلا بتمسكني بحاجة يعني بحبه والله ترى عصير الجوافة أحسن من الحوار معك ليه بس الله أنت عايز إيه في الآن ما لها المقهى يا أخي أنا أبغى أغير فيها أبغى أشكل فيها أبغى أسوي جديد فيها أي شيء يعني كده صليب بينا على فدنا النبي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد تماظ ماظ أنت قاعد توضنت إيه أخي جوافة تماظ ماظ أشربها على طول شفيك أنت راح السعودية نشرب على طول أنت في مصر تماظ ماظ نحن على مهلنا بنشرب على مهلنا كده بالله لا على معدتنا بنتأنى تتأنى إحنا مش على مهلنا تدري كيف نشرب الجوافة في السعودية كيف على أقل من مهلنا يا سلاح في النينجا يا سلاح أيوة وش تقول يا بسيوني؟ اشتركوا في القناة